خدقال في مجلس نواب الشعب لأنه كيف نشوفه على سبيل المثال أنه الانتداب مثلا سناء بالرغم من الصعوبات اللي تعرفها الميزانية العمومية يقتصر تقريبا على الأجهزة الصلبة متع الدولة من داخلية ودفاع من حقنا باش نتساءلوا على التوجهات الحقيقية متع البلد الكلام على الدور الاجتماعي للدولة وضرورة الحفاظ عليه وتعزيزه يفترض أكثر معلمين أكثر أساذة أكثر أطباء نتفكروا معايا كيف المعضلة الأزالية اطباء الاختصاص في الجهات الدور الاجتماعي للدولة يفترض منشآت طبية ماتريال بنية تحتية وإحنا ماشيين هذا الكل الحقيقة ما نشوفه فيه في تقسيم الميزانية اللي قاعد يصير حاليا مع العلم وأنه ساد النواب لا حول لهم ولا قوة في المسألة وما ينجموا يبدلوا شيء في التحكمات اللي يعملهم الجهاز التنفيذي دايور كما البرلمانات السابقة رأى ومش جديد الوضع هذا من ناحية أخرى فما الحقيقة خيارات حولها برشة تساؤلات على سبيل المثال اليوم تم المصادقة على ميزانية وزارة السياحة اللي هي 180 مليون دينار فقط تو صحيح النجمو نتفهمه وأنه الدولة ما عندهاش فلوس ولي الفرانك بحسابه مدامنا بش نعمله على رواحنا وعلى قدراتنا الذاتية ولو هو مش صحيح راو ما ميسالش نمره ولكن هذا ما يبررش أنه وزارة بأهمية وزارة السياحة وبالنظر للمردودية المباشرة متع القطاع هذا نعطيه 180 مليار زي بنا نعرفوا أنه الميزانية السنوية المرصودة للوزارة هذه ماشي بعيد على تكاليف عملية اتصالية وحدة نجم تعملها أحد البلدان المنافسة لنا مباشرة كيفاش تحبوا الوزارة متاعنا تقاوم بمجرد 180 مليار على سبيل المقارنة البرنامج المخصص لخطط العمل متع الديوان المغربي للسياحة معناها ما فيه الشهاري وإيسانس وكراهب اللي يتصرف عمليا على السياحة المغربية في 2023 يطلع ما يقارب 700 مليون دينار تونسي محسوب أربع مرات ميزانية الوزارة متاعنا خد جال وانتي وانتي أصدق مروين أكثر من خمسة مرات ميزانية وزارة السياحة كاملة احنا بالنسبة لي الفين وعبا وعشرين إذا كان ذكرتي صحيحة خمسين مليون دينار هي قيمة الاعلانات اللي بش نقوموا بها بنسبة لي وزارة السياحة والاعلان في قطاع كما السياحة نجم وقولوا من أهم الحاجات اللي تخليك تقوم بموسم سياحي لغالب احنا نحكيه على الموسم السياحي لأنه هذك هي السياحة بالموسم وذك هو كي تزرق الشمس وكي تبدأ فما البحر الناس نعملولهم شوية بيبليسيتي يجي ويجري وباربع سوردي في الأخير انتي حكيت على قدوسية المال العام اللي هو معطى من عيشوش بيها احنا في تونس مروين وانتي تعرف هذا بالقدار وناس كل تعرف اللي المال العام في تونس عبارة على مال سايب في كل في كل المجالات وفي كل مجالات التصرف في هذا المال العام قاعدين نحاولوا نلموا ما أمكن من موارد للدولة ولكن كيفاش تتصرف في الموارد هذية تقعد ديما نقطة استفهام تقعد نقطة استفهام وتقعد خاصة ما فيهاش يعني ما فيهاش مقرؤية كبيرة طوال علاش انا ركزت اليوم على السياحة اولا ساعة بتبيعة الحال لانه وزينا بيشتحكين عليه الموضوع من بعد اليوم الجلسة الصباحية في المجلس كانت حول ميزانية وزارة السياحة ولكن نحب نحب معناتها ما يسمى بالخيط الرابط نحب فيه الكندكتور فيه سياسة تنمى بعد النجم نجم نكونوا متفقين نجم نكونوا مناش متفقين نجم نشوفوا كيفش نحسنوها نجم اما مراش وانه من المقبول انه يعني سقف المطالب متاعنا يكون التناسق في نفس السياسة اللي اختاروها اختاروه كنجي ونقوله نحن راو باش نعملوا على مواردنا الذاتية وباش نعملوا على امكانياتنا في نفس الوقت الخطاب الرسمي فرحان على المستوى الاقتصادي ما فهمتش عليهش دايور اما من الطبيعي انهم يحاولوا بين ظفرين يبيعوا حاجة يسوقوا على انه انجز معنى السناء بين الظفرين هذا الخطاب اللي قاعد يتقال بحاشتين عائدات السياحة والتحولات الموجودين بالخارج هاكا ولا صحيح يسيدي على الاقل في اطار ما سميه بيه نعملوا على رواحنا وكذا تكون السياسات والقرارات اللي باش يتم اللي باش يتم اتخاذها من بعد تكون مبنية على الزوز عوامل لذوما باش نعزوهم باش نخدموا عليهم باش كذا نحن اللي عملنا قانون صرف يمكن اللي موجودين في الخارج من انهم تكون عندهم مساهمة فعالة اكثر على الاقل في تحويلاتهم ماذي ولا خدمنا السياحة كي ما كي ما يلزمها تتخدم نجيو لوزارة السياحة مرة اخرى ولي ولي تركيبة معناتها المصاريف امتاحها مشابهة بطبيعة الحال لكل الوزارات الاخرى من ناحية هو انه مصاريف التأجير هي هي والحاجة الكبيرة وبعد نقول ولي رأينا نحبه ناخد معا سياحة ونحبه نطوره سياحة بيش كيفية شنو المطلوب منه معناها معز بالحسين شنو المطلوب منه بيش ينتج بمية وثمانين مليار هذا يراه وعلى شنو بيش تحاسبه انتي في اخر 24 هذا يبعيد برشة مناش حتى نحكيه على نقص صغير بالمقارنة مع البلدان الاخرى لا لا نحكيه على شاسع جدا نقارن ما لا يقارن في الاخير لانه ميزانية بمية وثمانين مليون دينار نسبة هامة منها ماشية وجور يستحيل تنفس بها اي كان تكتفي بما كتب الله لنا واذا هو في مجال السياحة ويعمل الله هنا بدليل في بعض عشرات سنوات يمكنش انطوره شوية في المنتوج السياحي وفي سياستنا الترويجية وحتى في البنية التحتية السياحية فاصلة قصير وشنا نرجع نمشيه مع اخبار